السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباء التلميذ اليوم لدينا درسا جديدا في حصة قراءة أداء بعلوان محمول جدتي ولكن علينا أولا أن نتذكر درسنا السابق ما هي الأماكن التي يمنع فيها استخدام الهاتف النقال نعم أصيل الأماكن التي يمنع فيها استخدام الهاتف النقال هي محطات البنزيل الطائرة المستشفى المسجد وعند النوم عواقع أحسنت أصيل السؤال الثالي ما هو الشيء الذي لم يكن يعرفه يوسف عن الهاتف النقال نعم باتول الشيء الذي لم يكن يعرفه يوسف عن الهاتف النقال هو عدم استعماله في محطات البنزيل لأنه يسبب في شرارة تساعد على إشعال الوقود ممتازة أحسنت باتول رائع الآن يا أعزائي التلميذ نفتح الكتاب في صفحة 112 سأترك لكم فصحة للقراءة الصامدة أحسنتم أبنائي الآن هيا انتبهوا معي سألقي على مسامنكم قصة رائعة بعنوال محمول جدتي في عيد ميلادها السبعين حصلت جدتي على هاتف النقال من الطراز الرفيع وتحايل الأحفاد عليها ويريدون مقايضته بآخرة لكن دون جدوى فهو هدية ابنها البكري سارت جدتي لا تستغني عن هاتفها أبدا حتى أنها حلقت قلادة في سلسلة حول عنقها مع نظاراتها لا تفوت جدتي فرصة لاستعمال هاتفها غير أنها تفضل استقبال المكالمات فهذا أرفق برسيدها ولا أظن أن أحدا يملك رسيدا في الهاتف يظاهر رسيدها فإذا رن هاتفك مرة واحدة لا أكثر فإنها هي وعليك أن تطلبها أنت وكلما زارها أحد أبنائها يعبئ لها رسيدا طبعا كم كانت تنزعج من تلك المرأة التي لا تفهم كلامها وتقاطع حديثا إلى حين اكتشفت أنها مجرد تسجيل في خدمة المشتركين وأكثر ما استحسنت جدتي هو أنها صارت تسمع وتحفظ القرآن الكريم نهيكا يوم تعلمت استعمال الوابكام حيث أصبحت تتصل بأبنائها دوما وتتابع كل ما يقومون به رغم المسافات التي تفصلها عنهم وهي الآن لا تحس بالوحدة وتناءت عنها الكآبة فلا يفوت يوم إلا واطمأن عليها كل أفراد الأسرة الآن أبناء التلميذ من منكم يقرأ لنا؟ سيدا 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 نعم لميذ تفضلي محمود جدتي في عيد ميلادي السبعين حصلت جدتي على هاتف النقال من طراز الرفي نتوقف هنا ما معنى كلمة الطراز سيدا سيدا نعم معنى الكلمة الطراز هي النوع أحسنتي واصلي الرفي هو تحايل ما معنى كلمة تحايل سيدا 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 تحايل معنى تحايل الأحفاد هي حاولوا أخذه بحيلة نعم رائع أحسنتي ممتازة الأحفاد عليها يريدون مقايزته بآخر لكن دون جدوى فهو هدية ابنها البكري صارت جدتي لا تستغني عن هاتفها أبدا توقفي هنا ما معنى كلمة لا تستغني عنه ما معنى كلمة لا تستغني عنه نعم أصير معنى كلمة لا تستغني عنه لا تتخلى عنه رائع أحسنت واصلي لميذ عن هاتفها أبدا حتى أنها علقته قلادة في السلسلة حول عنوقها مع نظراتها أحسنتي من يواصل سيدا 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 نعم باتول لا تفوت جدتي فرصة لاستعمال هاتفها غير أنها تفضل استقبال المكالمات فهذا أرفق برسيدها ولا أظن أن أحدا يملك رسيدا في الهاتف يظاهر سيدها فإذا رن هاتفك مرة واحدة لا أكثر فإنها هي وعليك أن تطلبها أنت وكلما زارها أحد أبنائها يعبئ لها رسيدا طبعا ممتازة باتول أحسنتي من يواصل سيدا 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 نعم أسيد كم كانت تنزعج من تلك المرأة التي لا تفهم كلامها وتقاطئ حديثها إلى حين اكتشفت أنها مجرد تسجيل في خدمة المشتركين وأكثر ما استحسنته جدتي هو أنها صارت تسمع وتحفظ القرآن الكريم ناهيكا توقف أسيد هنا ما معنى كلمة ناهيكا سيدا 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 نعم بجود معنى كلمة ناهيكا بالأخص أحسنتي كلمة بالأخص نعم واصل أسيد يوم تعلمت استعمال الواب كام حيث أصبحت تتصل بأبنائها دوما وتتابع كل ما يقومون به رغم المسافات التي تفصلها عنهم وهي الآن لا تحس بالوحدة والتناءت ما معنى هنا كلمة تناءت نعم معنى كلمة تناءت ابتعادت عنها جيد رائع واصل ابتناءت عنها الكآبة فلا يفوت يوما إلا واطمأن عليها كل أفراد الأسرات أحسنتم كنتم رائعون الآن سأطرح عليكم بعض الأسئلة حول معنى وفهم النص أولا لماذا تحايل الأحفاد على الجدة في رأيكم استاذ 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 نعم أصيل تحايل الأحفاد على الجدة لمقايضة هاتفها النقال بهاتف آخر أحسنت رائع أسؤال الثاني هل قبلت الجدة بعرض أحفادها؟ استاذ استاذ نعم ناميس لم تقبل الجدة بعرض أحفادها نعم لم تقبل الجدة بعرض أحفادها السؤال بعد لماذا انزاجت الجدة من المرأة التي تجيبها في الهاتف؟ استاذ 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 نعم هنا انزاجت الجدة من المرأة التي تجيبها في الهاتف لأنها لم تفهم كلامها وتقاطع حديثها أحسنت نعم الآن من تكون في رأيكم هذه المرأة؟ استاذ 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 نعم نعم أصيل المرأة هي مجرد تسديل في خدمة المشتركين أحسنتم أحسنتم الآن أبرائي التلميذ سنلتقي في حصة أخرى بحول الله دمتم سالمين شكرا للمشاهدة